اثاني صباحا الحديث عشرة بتوقيت جرينيتش مجاز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اقدى مجلس امناء الحوار الوطني اجتماعا لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والمدرجة على جدول اعمال لجنة حقوق الانسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وسط مشاركة فعالة من كل التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية واعضاء مجلس امناء الحوار الوطنية تناول الاجتماع موضوعات مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وتعدل الجرائم والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطية وانتهى المجلس الى عدد من التوصيات والمقترحات تم التوافق عليها باجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس بالاضافة الى مقترحات اخرى متصلة سيتم رفعها للرئيس السيسي مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في امرهم حضر الاجتماع ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الامانة الفنية للحوار الوطني بمشاركة الاستاذ احمد راغب مقرر مساعد لجنة الانسان والحريات العامة بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب وخمسين مدعوا وتسعة اعضاء من مجلس امناء الحوار الوطني عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة لزيادة اعداد الغرف الفندقية تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الاراضي التي يمكن استغلالها لبناء نحو مائتين وخمسين الف غرفة فندقية لاستيعاب ثلاثين مليون سائح سنويا وهو احد المستهدفات التي توليها الحكومة اهمية خاصة خلال الفترة الحالية واشار مدبولي الى ان الحكومة تولي اهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لقطاع السياحة باعتباره احد القطاعات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين ادائها واضف ان هناك مستهدفات تعمل عليها الدولة حاليا وهي جذب ثلاثين مليون سائح سنويا لافتا الى ان هناك تحديا يتمثل في ضرورة اضافة نحو مائتين الى مائتين وخمسين الف غرفة فندقية ووجه مدبولي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على جذب المزيد من المستثمرين العاملين في تطوير وتشغيل المنشآت والغرف الفندقية اجرت السيدة انتصار سيسي قرينة رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا مع والدة كل من البطل الولمبي احمد الجندي والبطل محمد السيد وفي تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت السيدة انتصار سيسي انها اكدت لهم ان مصر والمصريين يفخرون بنجليهما الذين يحقق انجازا مشرفا يثبت حقيقة ان كل رجل عظيم خلفه امرأة عظيمة كما اجرت السيدة انتصار سيسي اتصالا ببطلة مصر صار سمير الملهمة في ارادتها وعزيمتها ووجهت لها التحية والتقدير على انجازها متوجهة بالشكر لابطال مصر وان انجازهم يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية تفقد وزير الثقافة الدكتور احمد فؤاد هنو المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعليات مهرجان العالمين الجديدة كما تفقد وزير الثقافة المكتبات المتنقلة بالمهرجان معلنا اطلاق مبادرة المكتبات المتنقلة في عشر محافظات حدودية على هامش مهرجان العالمين الجديدة وكان وزير الثقافة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عمر الفقي قد شهد اطلاق معرض وزارة الثقافة بارض المعارض على هامش فعليات مهرجان العالمين الجديدة كما تفقد منطقة الحفلات الكبرى ومنطقة أرض المعارض بالمهرجان والمنطقة الشاطئية لذوي الهمم على هامش فعليات المهرجان لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون في حادث تصادم سيارة مايكروباس بالسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة وقال مراسل أكسترا نيوز بأسوان أن الحادثة أصفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم المطرب النبي محمد فوزي وإصابة عشر آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصية انتهى الموجهز الإخباري والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل طبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو أر كود أظاهر على الشاشة نشكر لحضراتكم طيبة المتابعة هذه تحياتي عمر الشهاب في أمان الله